السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيدران خوت لبس عليكم. كنت من يا ربي دايما تكونوا في قسم الصحة العفية. عيد مبارك سعيد يا ربي يدخلوا لكم الصحة وطلوط العمر. بالنسبة للفيديو كماش شو ما كي لا ايدي تينج ما كي لا دك فيديو سامبل. فيديو سبونطاني بغيت نهضر مع الخوت يكي سولوني على الحسب رايزن 5 50000 جي. شنمال برامج اللي كي خدمو واش خدم زيان ولا لا واش صلح لي المونتاج. ان شاء الله في هذا الفيديو غني نوريك من بيسي ديالي. غني نوريك شنمال اللوجيسي اللي كنت تخدم انا في بيسي ديالي. وشنمال اللوجيسي اللي كي يخدموه زيان مع معالج من شركة عيم دي اللي هو رايزن 5 50000 جي. فبقوا معايا. ولكن شدي اول زرق في القناة فانا احمد شبروك نقدم حتوى تقني. ففضلا وليس عبرنات فتقوم بالاشتراك في القناة. وعطينا رأيكم كي جاكم هاد الفيديو هو سبونطاني يعني ما كي لا مقدمات ما كي لا اضواء ما كي نشي حاجة. فكنت سنت تعليق ديالكم. وبالنسبة ايضا للوجيسي اللي غني نوريكم. اي لوجيسي اللي بغيشي نتستيه ونخدموه. قدم عينيك. فغاش خليلي يسوا الف خانديل في تعليقات ان شاء الله غدي نجاوبك. ودبع. لاتس جاو. مشوا الفيديو ونرجع. هذا هو الفيديو بالنسبة للويندوز اللي نتستخدم هو الويندوز عشرة. بالنسبة للدسك دير فهو SSD. كما كتشوفه. بالنسبة كذلك المعالج هو AMD Ryzen 5 5600G. رام 16 جيجا. حتلا هنا كل شيء واضح. اول حاجة بداية الخوش هي Adobe Creative Cloud. يعني اللوجيسيالات للشركة Adobe. كما كتشوف بالنسبة للتلاشة اللوجيسيالات وما اللي ينستعلي في باسي. بالنسبة لهاته لوجيسيالات كاملة راكي خدمه. يعني ما كان شي مشكل. صراحة اه انا جربت البليبار فيهم اه خدامين بلا مشاكل. اول هم هو Adobe Premiere Pro كما كتشوفه. فيديو هاته فل اش دير اخدامين مزيانين. بالنسبة اللاقر ما كي لاقش في اليديتينج. ما إلا تقلت عليه يعني لازيف فات تقلت عليه الكتابة. تلاحظوا حت شوية ديال ديال لاك. إلا احبيش ونددروا شي تاسي على الفيديو ايديتينج. ما عنديش مشكيل خليوا ليس سؤال في خناديك تعليقاتك. وان شاء الله ندروا فيديو ونتقلوا على ذاك الفيديو مزيان. نعطيه لازيفين. نعطيه الكتابة. نعطيه كولور غريدن ونزيده في ترونزيشن. مهم نتقلوه مزيان. وذيك ساعة نتستيه. بالنسبة للتاني اللوجيسيال اللي هو الفوتوشوب. صراحة الفوتوشوب ملقيش مع تشي مشكيل خدام بسلاسة. خدام طيارة يعني آخر اصداد الفوتوشوب ما غطلق تشي مشكيل نيائيا بالعكس آآ هتقدم بوحد السرعة هائلة. وحتف بالنسبة للالوان صراحة الكارت غرافيك اللي مدماجة مع البروستيسور كتقدم لك الوان واعرة بزاف. وانا بالنسبة لي كافياني خصوصا في عملية ايديتينج. ده بغمشي مباشرة اللوجيسيال التالت اللي هو لومينار اي اي. بالنسبة لهذا اللوجيسيال ره قليل اللي كيعرفو. هدا اول آآ برنامج بدب الدكاء اصطناعي لومينار اي اي. ارا عندو اصدارات عديدة. وصراحة حتى هو خدام آآ بشكل آآ نيساليس. ما عنديش مشكل آآ في الإيديتينج دياله. آآ كيخدم بسرعة. ما كيلاقيش. كتصوفقارد تصاور يعني محد السلاسة. اكسبور عادي. صراحة بالنسبة لي المعالج رايزينس 5 500G كيبقى يعني من احسن معالجات اللي انا جربتها شخصيا. هو ملقيت معها تشي مشكلة. ده بندوز اللوجيسيال الرابع اللي هو ادوبي اوديشن. صراحة اللوجيسيال ما كيطلبش وحد الكنفيجراسونية عالية. حيث اصلا انت كتسجل غير صوت. كتتركوردي غير صوت. وحتى الصوت صراحة ما خدام يعادي. كتسجل الصوت كما كتشوف عادي. كتسجل غير صوت عادي. اذا ادوبي اوديشن ما غتلقاش معها مشكلة نهائيا. بالنسبة لل اللوجيسيال اللي هو كنس الجلبي دابا اللي هو او بي اس. او بي اس خدام فول اش دي. كيخرج لك ريزوليسيون. يعني فول اش دي ام بكات. صراحة ما عندي معاتي شي مشكل. خدام زيان. بالنسبة كذلك اللوجيسيالات اخرين بحل المحاكيات. هذا محاكي ديال ميمي صراحة محاكي وعر بزاف. وحالين انا كنت سخدمة. حيت عندي او بي تيفي اللي هي شوية عالية. فما كنت سخدم شليا في بعض محاكيات ولكن هذا محاكي ميمي صراحة محاكي. عن تجربة يعني محاكي وعر بزاف. لو عندكم اي سؤال اي سفسار تريد أن نتحدث عن هذه المحاكيات لدينا الفيديو وهذا ما هو الأهم اللوجيسيال الذي هو مهم بثاف وهو سيم سيم صاحب الألعاب التي يريدون أن يلعبون الجهة صراحة رايزن 5 5900G حالياً تلعب في فا 23 بريزوليسيون فول اش دي خدمة وعرة أصفلت يعني لا أريد أن تلعبها بالنسبة لفوتبول فيها مشاكل صراحة في الجرافيك ولكن تلعب بها تلعب بها بلا مشاكل بلا كيسخون بسي تلعب بها قريباً واحد علىين 1080 صراحة الكاليتي ديالها سامق يعني يعمل بها بزيان تلعب بها وانتها مرتاح كذلك لا أريد أن ندروا فيديو على فوتبور تهيراً لا يوجد مشكلة عندكم اليجو هنا عندكم استور ديال سيم الألعاب كل لعبة وكتلقى الكون فيك ديالها وأنا صراحة كنشوف رايزن 5 5900G قادر يخدم لك بزاف هذه الألعاب ومنهم كما قلت لكم فيفا 23 بلنسبة نوكس بلاير هتا ورا محاكي اندرويد هتا هو ممكن تسخدمه يعني بلا مشاكل بالنسبة لهاد المعالج رايزن 5 5900G بالنسبة كذلك لصحاب الورد الخوط الورد رأي خدم بزيان كما كتشوفوا الاكاونت ديالي يعني ما كنتشي مشكل في الورد تخدم بي عادي وفوالا هتو هما اللوجيسيالات اللي كن خدم في بسي إلا بغيتو أي برنامج اللي عندكم استفسار فيه وعندكم يعني غموض فيه مرحبا وألف مرحبا خلوا لي غسميات اللوجيسيالات اللي نقدرون نديروا عليهم وحد الضغط نبريسيوا عليهم بالإيديتينج وإن شاء الله لما لا يعني نصوروه حتى هو فيديو ونحطوه فلاشين يوتيوب حتى لنا الخوط كنتش بنا تكونوا سفت تشوفت الشرح عندكم أي سؤال على استفسار غدا نخلي لكم انستغرام ديالي التحت هو فيسبوك كذلك التواصل الإعلان غدا نخلي لكم نميرو التليفون ديال واتساب زائد الإيميل ديالي ونشوفكم في شرح آخر إن شاء الله كنت ملائب بالفيديو كنت أعجبكم كما قلت لكم عندكم أي سؤال أي استفسار مرحبا وألف مرحبا خلي لي السؤال في خانة التعليقات إن شاء الله غدا نجاوبك وكذلك لعندك أي ملاحظة أي حاجة اللي انتبهتي لها وبغيتي اشتعرفها فأكيد عندك الإنستغرام وعندك فيسبوك مرحبا بك أما الآن أضرب لكم موعدا في الفيديو قادم إن شاء الله تمتشون في رعاية الله وحفظه وحبكم في الله دائما وأبدا والسلام